أكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى البيئة أكد أن مملكة البحرين تولي ظاهرة التغير المناخي أولوية الاهتمام وتعمل كل ما من شأنه الدفع نحو بيئة آمنة مستدامة سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الإقلمي أو الدولي سعادته أشار إلى ما تقدمه مملكة البحرين إلى جانب شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تعاون بنها مع كافة المنظمات الدولية في هذا المجال انطلاقا من إحساسها بالمسؤولية مشيرا إلى ما تقوم به مملكة البحرين من اهتمام متزايد بتنويع مصادر اقتصادها جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للمجلس لعلى البيئة بسعادة السيد بانكي مون الأمين العام للأمم المتحدة في باريس على همش أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2015 حيث أكد بن دينا على إعلان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح الدورة عن استعداد البحرين لاستضافة المركز الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر لخدمة منطقة غرب آسيا منوها بما تمثله هذه المؤسسة من دور في خلق قنوات مهمة من التمويل والدعم للعمل الفاعل والمبادرات من أجل الحد من تأثيرات التغيرات المناخية وأكد أن المملكة تدرك الفرصة الهمة التي يوفرها مؤتمر باريس لقادة العالم لمناقشة الصيغة التي يجب أن يتم الانطلاق من خلالها للتصدي للتحديات المناخية مشيرا إلى حرص البحرين للمحافظة على مستويات الاحتباس الحراري أقل من درجتين مئويتين من جانبه حمل السيد بان كيمون السيد محمد بن دينة بنقل تحياته وشكره للقيادة الحكيمة مستذكرا الحفاوة والترحيب التي لقيها لدى زيارته إلى مملكة البحرين العام الماضي ومعربا عن أمله في زيارتها مرة أخرى مشيرا إلى أن التعاون الدولي الطموح والقوي الذي شهدته أعمال القمة وهو ما يعطي مزيد من الدعم للسير في تحقيق نسبة تقل عن 1.5 درجة مئوية للتقليل من الاحتباس الحراري ترجمة نانسي قنقر